التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا حيث أكد الرئيس السيسي تميز العلاقات التنائية التي تربط مصر بشقيقاتها كينيا والأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور مع رئيس روتو بشأن القضايا الأفريقية من جانبه رحب الرئيس الكيني بزيارة الرئيس السيسي إلى نيروبي مثمنا متانة علاقات الصداقة والرابطة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومعربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها مع التأكيد على وجود أفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا تناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والقرية ومن بينها الأوضاع في منطقتين القرن الإفريقي وحوض النيل والأزمة في السودان حيث تم تناول جهود التنصيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة ومن بينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي ما يحقق مصالح الشعب السوداني الشقيق ترجمة نانسي قنقر